إلى أول مواضيعنا في هذه الحلقة إذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش صحيح طبعا وجه وزير الداخلية بإعداد المشروع ورفع خلال ستين يوما لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك ويأتي طبعا لتوجيه خادم الحرمين نظرا لما يشكله التحرش من خطورة طبعا وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وأيضا لسبب جدا مهم ألا وهو السبب الأهم لأنه لا يتوافق مع قيم الدين الإسلامي ولا العادات أيضا ولا التقاليد السائدة في مجتمعنا السعودي لذلك كان من المهم سن نظام يجرم التحرش وأيضا يحدد العقوبات اللازمة لمنعه والحفاظ على الأداب العامة صحيح طبعا لازم نناقش هذا الموضوع باستفاد ولذلك معنا من الرياض من؟ معنا من الرياض مباشرة خالد الفاخري المستشار القانوني مساء الخير وأهلا بك معنا في أم بي سي في أسبوع أهلا وسهلا سيد خالد يا أهلا والله وسهلا فيكم مساكم والله وكل خير الله يعطيك العربي برأيك ما أهمية تشريع قوانين تجرم التحرش في المملكة وتوقيت إصدار هذا القرار مع أيضا القرار الذي كلبات يعرفه ألا وهو السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية لا شك أنه في الفترة الأخيرة تصارعت وجود المنظومة القانونية في المملكة وسن الأنظمة التي يحتاجها الفرد والمجتمع داخل المملكة نظام التحرش كان مطلب حقوقي من فترات ماضية لضبط السلوك العام بالإضافة إلى حماية الأفراد من أي تجاوزات أو اعتداءات من بعض الأفراد اللي يعني ضعيفين من ناحية الدينية بعض الأفراد اللي ما عندهم يعني اهتمام بحقوق الغير أو يعني يعطون نفسهم الحق في التجاوز الحقوق الغير وبالتالي أصبح التوجيه السامي الكريم الصادر بإيجاد نظام للتحرش راح ينتج عن ضبط هذه السلوكيات بالإضافة إلى تجريم الأفعال دائما لما نعرف أن هناك سلوكيات مجرمة مسبقا وفيها عقوبات سواء تقييد الحريات بالسجن أو عقوبات مالية هذه تكون رادعة وإجراءات وقائية للأفراد والقاطنين في هذه الدولة لعدم التجاوز لحقوق الغير كان هناك مشروع ومسودة للنظام قبل تقريبا أربع أو ثلاث سنوات كان يتداول في أربقة مسجد الشورى ولكن لعدم التوافق على صيغة معينة لم يرى النور حتى الآن ولكن مستبشرين والله الحمد بالكلمة التي صدرت من أعلى سلطة الدولة الذي هو خادم حرم الشريفين بإيجاد هذا النظام والإسراع بإصداره خلال ستين يوم وبالتالي سيكون لأثر إيجابي ربطه بتمكين المرأة من القيادة هو طبعا لا بد أن نحن نلحظ أن السلوكيات الأفراد أحيانا قد يكون فيها تجاوزات أو استهتار من البعض بسبب ثقافة معينة يحملها في فكرة وبالتالي لا بد من إيجاد نظام لمعرفة الأفراد ما لهم وما عليهم بالإضافة إلى تقويم السلوك نلاحظ أننا قبل فترة بسيطة يمكن من ثلاثة أربع أيام في من أصدر بعض التصاوير على سناب شات فيها عبارات غير لائقة فيها محاولة للتحديد مثل هالأشياء أنا أعتقد أنه راح تزول ولا راح نراها في المستقبل بعد موجود نظام يجرم سلوكيات الأفراد ومن يعتدي على حقه طبعا المجتمع أصبح أكثر وعي وأكثر إدراك لما هي المفيد للمجتمع وما الذي يتماهى أيضا مع تقاليده وعداته والقوانين التي تنص وتحفظ ذلك لكن بما أنك ذكرت أنه قانون للتحرش يتماهى مع أو يحاول أن يدعم موضوع قيادة المرأة لسيارة في السعودية لكن من جهة أخرى هل سيتم دمج المواد المتعلقة بالتحرش في قوانين أخرى تتماشى وتتماهى مع هذا القانون أخوي علي أنا أشكرك على تركيز على هذه النقطة فعلا في بعض الأفراد قد يربط أنه وجود نظام للتحرش بالقيادة هو ما لعلاقة مباشرة بهذا الموضوع هو يعني لسلوك عام في المجتمع في الأماكن العامة في الأسواق في محيط العمل في الأماكن الممكن يرتادها للشخص وبالتالي وجود نظام مقنن يقي الأفراد من أي تجاوزات قد تحدث بالإضافة لما أنا والثاني والثالث يعرف الجهة الممكن يتم التبليغ لها يعرف الآليات النظامية لحماية الشخص الإنسان يكون في مأمن من أي تجاوزات فيما يتعلق في بعض التجريم قضايا التحرش التي وردت في أنظمة أخرى كنظام الحماية من الإذاء أو نظام حماية الطفل طبعا هذه ركزت وأكدت على محيط معين نظام الحماية من الإذاء ركز على التحرش داخل محيط الأسرة ومن له علاقة قرابة أو صاية أو تبعية لشخص آخر وبالتالي حددها في نطاق معين لتأكيد على أن هذه الفئة يفترض أنها تحصل على حماية أكبر من هذه المحيطة اللي هي داخلة وبالتالي التحرش اللي يقع رح يكون بشكل أكبر نظام حماية الطفل أكد كذلك على مسؤولية ولي الأمر عند أي إهمال للطفل وبالتالي تعريضه للتحرش أو مشاهدة الأفلام قد توحي بتحرش ضده أو داخل محيط المدرسة النظام التحرش بيكون أشمل وأعام بمعنى أنه يشمل الجميع يشمل جميع السلوكيات العامة في الميادين في الأسواق في العمل وبالتالي رح يطبق على كل فرد ورح يستفيد منه كل شخص ليس بالتالي في ناس قد يعتقد أنه مخصص لفئة معينة ولكنه يشمل الجميع وقد يكون المرأة والطفل هم الفئة اللي ممكنها تتعرض أحيانا لمثل بعض التجاوزات ولكنه رح يشمل الجميع لحمايتهم ويقاءهم من أي التجاوزات لكن استكمالا لنقطة كنت قد تكلمت فيها في جوابك على السؤال الأول الأشخاص قام بسلوك خاطئ في مواقع التواصل وتحديدا في سناب شات هنا دعنا نوضح للمشاهدين بأن التحرش ليس كما يعتقد البعض هو فقط تحرش باللمس أو غيرها لكن حتى قد يكون لفظي بالتالي القانون يعاقب ويجرم على هكذا تصرفات وسلوكيات خاطئة هل لك أن تطلع المشاهدين بشكل مبسط أكثر على مفهوم التحرش حتى يعرفوا أنه مش بس باللمس أو اللي بيوصل حتى أحيانا لهذه العرض وغيرها لكن التحرش نفسه كلفظي حتى كلامك سليم أنا كان لكتابات سابقة في هالموضوع يعني تكلمت أنه فيه ناس يعتقدون أنه التحرش لا بد أن يكون فيه لمس للطرف الآخر التحرش أكبر وأوسع من هالمفهوم التحرش أحيانا يكون باللفظ أحيانا يكون بالإحاءات اللي ممكنها تحدث كيف تكون الإحاءات؟ ممكن الواحد يرسل لطرف آخر يعني مواد عن طريق الواتس أب أو عن طريق السناب شات أو عن طريق الإيميل المواد هذه فيه أشياء غير أخلاقية وبالتالي توحي للطرف الآخر ممكن أن يكون يعني معرفة مدى تجاوب الطرف الآخر على هالموضوع وما غيرها هذا جميع الأشياء تعتبر وتصنف على أن التحرش إضافة على هذا المضايقات اللي تكون الألفاظ اللي ممكنها تصدر من طرف ضد طرف آخر فيها حاءات غير سوية وعبارات غير سليمة جميع هذه السلوكيات ممكن أن الشخص يتفاجأ أنه متهم في عدة أنظمة بعد صدور نظام التحرش قد يستخدم وسيلة أكترونية في التحرش ضد طرف آخر وبالتالي يتفاجأ أنه متهم ومجرم وفق نظام التحرش إضافة على هذا مجرم ومتهم وفق نظام الجرام المعلوماتية ويتفاجأ أن كل حكم له نظام مستقل فيه وبالتالي الأنظمة لا بد أن تأخذ مداها لتطبق على الشخص يعني هذا الشخص قد يتفاجأ أنه ضد حكمين بسبب وقوعه في حرم نظامين مختلفين التحرش مفهومة أوسع أنا أعتقد بحكم الطلاعي ومشاركتي في مشروع النظام السابق الذي درس في مجلس الشورى أنه سيجرم الأفعال إضافة على هذا التحديد يعني أطر عامة التي تعتبر من قبل التحرش والاعتداء على حقوق غير لأن حقوق غيره وفق حقوق الإنسان هي محترمة ومصانمة من أي تجاوز ولي حق لأي كان من كان أن يحدد ما هو المناسب لي وما هو غيره مناسب وبالتالي الوصاية السابقة التي كان يقوم فيها بعض الأفراد في المجتمع باعتقادا منهم أنه من منظور ديني أو من منظور آخر أصبح في أنظمة تجرم والله الحمد بلدنا قائمة على كتاب السنة النظام الأساسي للمملكة اللي هو الدستور نص في مدأة الأولى على الدستور المملكة هو الكتاب الله وسنة النبية وبالتالي لا أحد يزايد على هذا الموضوع ولا تلأمر يسنون للأنظمة التي تتوافق مع كتاب الله وسنة النبية والتي تحمل أفراد وهم على قدرة على تطبيق ما يقع عليهم المخالفات أمام الجهات التنفيذية والنيابة العامة طيب أستاذ خالد الذي ينظر للأمر السامي الأمر الملكي والذي ينظر أيضا لكل الأشياء التي ترتبت عليه وحفظ كرامة المرأة وحفظ العادات وحفظ التقاليد يرى أن هذا القانون يجب أن يضمن أيضا لمواد لبنود معينة تكفل استمرارية وتكفل أيضا الردع فيه هو طبعا النظام راح يعني يشتمل على زي ما ذكرت لكم السلوكيات التي تعتبر من السلوكيات الدارجة إضافة على أفعال يعني قد تدخل في إطار التحرش إضافة على هذا العقوبات التي ممكنها تطبق والعقوبات هذه لا بدها تتوازى مع الفعل المرتكب يعني ما من المنطق أنه يكون فيه مثلا شخص أو فيه مرأة مثلا تعرضت للتلفظ أو تعرضت لمضايقات في مكان عام سبب لها مثلا إشكالية نفسية وسبب لها إشكالية اجتماعية ونقول والله ممكننا نكتفي بلفت نظر الطرف الآخر أو خلافة راح تكون هناك عقوبات متوازية مع الأفعال بما يعني يحفظ حقوق الطرفين ويضمن محاسبة المتسبب بما يكفر ردع العامة لمن يستهوله نفسها الاعتداء على الحقوق الغير أخوي علي أنت ذكرت النقطة مهمة ترى التحرش أثاره يعني لها أبعاد أخرى قد تكون أثارها نفسي وقد يكون لها أثار اجتماعي وقد يكون لها أثار يعني أبعاد من مسألة كلمة أو مسألة محاولة لاستمال الطرف آخر لتحقيق رغبات شخصية ضعيفة بعيدة عن تعليم دينا الحنيف جميل طيب يعني استنادا على النص القانوني بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص أو القاعدة القانونية يعني عرفنا وحددنا طبيعة إذن الجرم لكن ماذا عن العقوبة هل هناك ملامح لطبيعة العقوبات المتوقعة مع هذا النظام أو هذا القانون المقرر تشريعه قريبا دائما التقنين اللي ننادي فيه كقانونيين وحقوقيين هو يحدد الأفعال والسلوكيات المجرمة في مقابلها يحدد العقوبات المقررة لهذا السلوك وبالتالي يكون مسبقا معلوم لدى الفرد ما هو العقوبة اللي ممكن تطبق بحقه في سبيل تجاوزة لنظام أو مادة معينة وممكن نطرح مثال على نظام المرور يعني لما صدر نظام المرور وتضمن العقوبات المالية وتقيد الحريات ومصادرة المركبات فيما يخالف بعض العقوبات أصبح هناك رادع دائما الأفراد يعني يضبط سلوكياتهم ويردعهم اللي هو وجود أنظمة تكفل حماية العامة في العيش في بيئة سليمة وبالتالي التقنين العقوبات يحقق لنا هدف وهو التفاوت اللي ممكن أن نشاهده بين حالات قد يكون هناك تقليل في العقوبة ولا يكون هناك ردع لمرتكب الجريمة وقد يكون هناك تشديد لطرف آخر وبالتالي التقنين يقينا من هذا التفاوت ويكون هناك عقوبة واحدة لجرم واحد صحيح سيد خالد يعني حتى لو استذكرنا ملامح هذا الموضوع وهذه القضية تحديدا في السابق كانت حتى طبعا في تصريحات قادة هذه البلاد كانوا يقولون أنها مربوطة ورهن إرادة المجتمع وعندما أقرت رأينا إرادة المجتمع عيانا بيانا في تعاطيهم أيضا مع هكذا مواضيع خاصة قيادة المرأة وخاصة أيضا موضوع التحرش صحيح يعني في عندنا طبيعة خاصة في المملكة لو هي تلمس الاحتياجات الأفراد فيما يتعلق في احتياجاتهم من الأنظمة أو التعليمات التي تسهلوا أمرهم حياتي كانت في فترات سابقة وهذا كان زي ما تفضلت يعني مثبت وتصريح من مسؤولين في الدولة أنه مسألة مثلا القيادة أو نظام التحرش يخضع لاعتبارات معينة وبالتالي تغير نمط الحياة يعني لما نيجي مثلا قبل عشرين سنة غير وضعنا الآن يعني تتغير الحياة طبيعة الحياة احتياجات الأفراد يعني مثلا قيادة المرأة لها إيجابيات كثر فيما يتعلق في شأن اقتصادي وشأن اجتماعي وتحقيق المساواة الاجتماعية للأفراد وهذا مطلب للجميع إضافة لنظام التحرش كان في من يرى أنه يعني ليس هناك مطلب لعدم يعني انفتاح الكبير على المجتمعات الخارجية كان المجتمع لا في تواصل اجتماعي السوشال ميديا ما كان ذاك الانتشار وبالتالي ما كان هناك حاجة للأفراد ماشين بسلوكات معينة ولكن الآن مع انفتاح تغيرت سلوك الأفراد تقمص بعض الشباب لسلوكيات مجتمعات أخرى خارج إطارنا يعني أقل شي ست شهور الوحي كان حبس يعني أتمنى زي ما استخدم التغليض في قطع الإشارات وفي السرعة الزائدة وحز المركبات وكذا أتمنى استخدامها بالضبط زي ما أدبنا الناس وزي ما خلنا الناس تلتزم بقواعد المرور لازم نخليهم يلتزمون بقواعد المرور لكن بالنهاية لكل قضية كما يقال حيثيات ومعطيات يعني بالنهاية هو التقدير يعود بالدرجة الأولى للقاضي الذي يحكم على الطرفين سأتمنى في النهاية يكون في قانون ملزم يمشون عليه جميع القضاء من شمال المملكة إلى جنوب إن شاء الله أكيد يلا ناخذ الفاصل يلا إلى فاصل